مشاهد لن ينساها العالم جرائم حرب ارتكبت في سوريا من بينها تلك التي تمت برعاية من نظام الأسد وحليفه الروسي ضد المدنيين العزل في سوريا الجمعية العامة للأمم المتحدة خيبت ظن النظام عندما أصدرت قرارا بتشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا القرار حضي بتأييد 105 دول واعتراض 15 آخرين على رأسهم روسيا وسوريا وامتناع 250 عن التصويت فريق خاص سيعمل على إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية وفق القانون الدولي في المحاكم الإقليمية والدولية وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق الصلة مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في عام 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفضاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم وكانت روسيا والصين عطلت في عام 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في شرائم حرب في سوريا